سيداتي وسادة الأوكرانيون الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بالصحة الجيدة. اليوم أنا في مدينة خملنيتسكي. كان هذا اليوم مخصصاً للتحقق من الوضع في المقاطعة، القضايا الأمنية وحماية المنطقة وكل ما يتعلق بمساهمة مقاطعة خملنيتسكي في الدفاع عن دولتنا بأكملها. استمعت إلى تقارير مفصلة عن حالة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في المنشآت الرئيسية بالمقاطعة. ونقشنا قضية أمن محطة خملنيتسكي النووية، وإمكانات الطاقة في المقاطعة بشكل عام، وترميم تلك المنشآت التي تضررت بسبب الدربات الروسية. اليوم تم تعيين سيرجي تورين حاكماً للمقاطعة. كما قمنا بتقديم منصتنا الاقتصادية صنعة في أوكرانيا، وقد أتيحت لي الفرصة للتواصل مع الرواد الآمال في المقاطعة، والتعبير عن شكري لهم ولجميع أولئك الذين يوفرون الوظائف ويعززون الأساس الاقتصادي لدولتنا. التقيت اليوم مع أفراد حرس الحدود، الشباب والشبات من طلاب أكاديمية خدمة حدود الدولة الأوكرانية، الذين يتهلمون ليكونوا أقوية حتى تصبح دولتنا أقوى. إنهم يدرسون هنا في خملنيتسكي. أود أن أشكر جميع معلمي الأكاديمية على خبرتهم، وطاقم قيادة حرس الحدود والفريق سيرغيدنها ووزير الداخلية إيهور كليمنكو على دعمهم. كما أود أن أشكر كل جندي من جنود الحدود على ولائهم لأوكرانيا وللأوكرانيين. بدأت هذا اليوم بزيارة إلى المستشفى العسكري، والتعبير عن امتناني للأطباء والممرضين، كل من يساعد في إنقاذ جنودنا بعد الإصابات ويعملوا على إعادة تأهيلهم. الشيء الأكثر أهمية هو أن يقوم كل واحد منا بكل ما هو ضروري في مكانه، حتى تتمكن أوكرانيا بأكملها من تحقيق النتائج المرجوة. كل من يناضل من أجل بلدنا، وكل من يعمل من أجل صمودنا، وكل من يساعد، شكراً لكم وأنا فخور بكم. أنا فخور بأوكرانيا. وشكراً لك يا مدينة خملنيتسكي على هذا اليوم. المجد لأوكرانيا. ترجمة نانسي قنقرانيا